فبعد الستات دايماً تقول اطلقني كلمة اطلقني بقها زي اللي بان طلقني 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 لو راجل طلقني لو عندك كرامة طلقني حبيبتي ممكن تيجي الفاس في الرأس ويطلقك نا هو مش ده السؤال امال ايه هو السؤال هي الستة ما بتقول طلقني في الغالب بتعنيها ام لا اه الساعات بتبقى ما بتعنيهاش بتبقى تهديدية او عايزة لا معالش دي واحدة بس هو في حد يهوش بمسدس يعني ما هي مش مقدرة يعني الجيل بتاعنا احنا كان عارف يعني ايه كلمة طلق اما الجيل اليومين دول كلمة بطلقني بق ودي سهل او لا جيلكو برضو كان في طلقني طلقني لا 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 بتشوفها في الافلام ده الافلام كلها معمولة عن الستة اللي اطلقت كزا مرة عشان قالها وراح جاب لها المحلل ومش عارف ايه هو الكلام ده زمان كانت ستة لما بتقول طلقني بيبقى فاض بيها لكن النهار ده ياي الحمد لله خد الشر وراح الحمد لله كان شافت الاكسيجين في البين لا يعني انا بس عشان افهم ميكانزمات عقلية المرأة لا بتبقى عايزة تتدلل شوية طب ما تتدلل تقول اي حاجة ليه طلقني اسهل كلمة عندها طلقني اسهل كلمة وفي كلمة سهلة عند رجالة برضو برضو في رجالة كلمة روحي وانت طالق على طول لا بس الرجالة ما بيروش روحي وانت طالق قد ما الستة بتقول طلقني لا ممكن اقوى في رجالة اكتر كمان طلقني ما بيحصلش فيها طلق انما روحي وانت طالق ده يمين اشتركوا في القناة